بالفعل تقرير التايم أشار إلى أن هذه المنطقة التي كانت قبل سنوات مزدحمة كثيرا باللاجئين العابرين إلى أوروبا ما زالت اليوم مزدحمة لكن بالبوارج الحربية هذه البوارج ليست فقط تركيا ويونانية وإنما أمريكية وروسية وفرنسية كل الأطراف تصف ما قد يجري في حال حدوث مواجهة هناك بالكارثة فاليونان وتركيا عضوان في حلف الناتو لكن يجمعهما عداء تاريخي حيث انتهت آخر مواجهة عسكرية مباشرة بينهما في الحرب العالمية الأولى وكلا البلدين يتهمان بعضهما باحتلال أجزاء كبيرة تاريخيا لكن التوتر لم يقف هنا بل فاقمت أزمة قبرص في السبعينات من المشاكل بين أثنى وبين أنقرة وكادت أن ذاك أن تودي إلى نشوب حرب أكثر من مرة بعد أن أنزلت تركيا قواتها هناك عام 1974 أبرز التوترات التي حدثت بين البلدين بعد ذلك جرت سنة 96 حينها كادت أن تشتعل حرب بين أثنى وبين أنقرة في البحر المتوسط بفعل استفزازات على جزيرتين غير مأهولتين أنذاك في بحر إيجا الآن المواجهات الحالية في حال حدثت سيكون الغاز هو الشعرة التي قسمت ظهر التهدي الهشة بين اليونان وتركيا فالمشكلة الرئيسية الآن بين البلدين هي غاز المتوسط اليونان التي تملك عشرات الجزر المتناثرة قبالة السواحل التركية تقول أن لكل جزيرة من هذه الجزر مجالها الاقتصادي حول الجزيرة وبالتالي فمعظم الجرف القاري في شرق المتوسط تابع لها وفقا لقانون البحار لكن تركيا تقول أن هذا الأمر غير عادل ويحرمها من المتوسط لصالح جزر غير مأهولة وفقا لأنقرة توتر يأخذ أبعادا سياسية تتعدى المنطقة فتحركات تركيا في ليبيا وإرسالها الأسلحة والمرتزقة إلى هناك دفع بيباريس للدخول على خط الصراع بين اليونان وتركيا ضحى دعما لأثنى طبعا ترجمة نانسي قنقر